اشتركوا في القناة في السعودية طلعت هنا وقلت المباراة في السعودية بنسبة كبيرة جدا وفكرة ان الاتحاد الافريقي هينظم المباراة يوم 25-6 قلت الكلام ده عاري تمام من الصحة ارجعوا للحلقة يوم 27-5 الحلقة موجودة على صفحات القناة عبر الفيسبوك وعلى الانستجرام وكمان الحلقة بالكامل موجودة في اليوتيوب وقلت كمان ان الاتحاد الافريقي الفترة الحالية اجازة وعشان ياخد قرار في مطش السوبر الافريقي مش قبل شهر سبعة زي لو من دول يعني خد القرار واكد وعيدت وقلت ان المباراة اذا تلعبت هتتلعب في شهر تسعة او ممكن في شهر عشر شوفوا الكلام ده من امتى احنا بنتكلم من حوالي شهر ونص وبالفعل في الساعات الاخيرة كان فيه تطورات كتيرة جدا انا ده بقى اقول لكم الكواليس سيبكم بقى من فكرة ان المطش خلاص سبعة وعشرين تسعة وفي السعودية ده مفوش جديد ولكن خدوا بقى الجديد فكرة ان كان فيه كلام على ان المباراة هتتلعب في قطر الكلام ده كان عاري تمام من الصحة ما كانش فيه اي نقاش تماما على فكرة ان المباراة تتلعب في قطر وكان الموضوع من دي ون المباراة هتتلعب في السعودية طب امتى فين ازاي حفلة المباراة نفسها تتعامل ازاي مفاجئة الاعلان عن المباراة هتتقدم ازاي كل التفاصيل دي كانت بتتناقش في الفترة الاخيرة الانتاج التلفزيوني البث الفضائي تفاصيل كتيرة كانت بتتناقش الفترة الاخيرة عشان كده كنت من البداية حريصة اأكد لحضراتكم ان المباراة هتتلاقى في السعودية ولم اتراجع خطوة واحدة وقلت للمباراة في السعودية وما كانش فيه عروض بمعنى كلمة المناقشات والمنافسات وتفاصيل كتيرة لا هو الهدف من البداية المباراة في السعودية وفي نفس الوقت كحتى لما مصر اعلنت ان هي طلبة نظم المباراة انا وقتها حتى اتكلمت مع مسؤولين على فكرة في اتحاد الكورة والطول ما جماعة الملف ده عشان يتنظم لازم تقدم عرض مالي لاستضافة اللقاء لان الاتحاد الافريقي عايز يستفيد باكبر عائد مالي من استضافة هذا الحدث الكبير اهل وزمالك في السوبر افريقي ما بتتقررش الا كل كم سنة المباراة دي بتتقرر بعد 30 سنة من 94 ل 2024 ما حصلتش شوفوا 94 في جوانسبرج وبتتقرر دلوقت بعد 30 سنة وهتبلاح في الرياض فاكيد عايز يكسب منها مكاسب كبيرة وانا بقول لكم الاتحاد الافريقي من المباراة دي هيكسب له مش اقل من 5 الى 7 مليون دولار على الاقل من 5 الى 7 مليون دولار مكاسب كبيرة جدا في التفاصيل كتيرة جدا هنشرحها في الفترة اللي جاية رسميا المباراة من الجمعة 27 تسعة في الرياض الملعب لغاية اللحظة اللي أكلمكم فيها لم يتحدد الملعب بشكل رسمي فيه ملعب كتيرة موجودة طبعا في الرياض الاهل وزاك لعبوا في ملعب الاول بارك في عينة في الرياض وكان الاهل كسب الزمالك في نهاية الكاس ولكن رسميا دلوقتي الملعب لم يتحدد اقامته بنسبة كبيرة هافين يعني بشكل رسمي ونهي احنا لازم نقول الموضوعات او المعلومات الرسمية فرسمي لسا الملعب يوم الجمعة غالباً بنسبة كبيرة التوقيت هيبقى في حدود حوالي الساعة 8 أو 9 بالليل ده بنسبة كبيرة فالملعب زي ما قلت الحرقكم لسه مش أكيد ولسه مش رسمه هتبقى فيه زيارات الفترة اللي جاية لأنه أكيد الاتحاد الفريقي ليه فلسفة معينة في استضافة مثل هذه الأحداث القروية طيب الحضور الجماهيري كلام كتير بيتقال إن فيه نسبة حضور جماهيري والأهل بطل دور الأبطال فيه نسبة حضور جماهيري معينة والفريق الضيف هيكون لنسبة حضور جماهيري معينة أنا سألت في الملف ده لأن أنا شايف إشعاعات كتيرة جداً بتتقال في السوشيال ميديا ليحة وقانون مفيش حاجة بتقول الكلام ده السوبر الإفريقي مفيش ليحة بتقول 90% و10% خلونا نتكلم بس بواقعية وبلوايح سيبوكم من الناس اللي بتحاول تعمل تريند على السوشيال ميديا وتديكم معلومات ممكن تعمل إثارة وتعصم ما بين الجماهير إحنا هنا دورنا نقدم معلومة بشكل موضوعي أهل وزمالك في السعودية في الرياض مفيش حاجة اسمها نسبة وتناسف في الحضور الجماهيري هيبقى فيه نسبة قد نسبة في توزيات التزاكل لأنه كمان مفيش ليحة محددة في السوبر الإفريقي النسبة هنا كان والنسبة هنا كان هتطرح زيها زي كل المباريات اللي بتتلعب أكنها على أرض محايدة عدد هنا معين وعدد هنا معين ونسبة معينة للفي اي بي وأكيد الكلام ده هيعلم في مؤتمر صحفي خلال الفترة اللي جاي فبالتالي كل اللي بتقال في السوشيال ميديا إن 90% حضور مش عارفين و10% لفريق ضيف الكلام ده مش موجود في اللوايح أصلا ده موجود فيه ليحة دوري أبطال إفريقيا لما بتلعب مباراة على أرضك وانت بتصديف الترجي في نهاية دوري الأبطال ليك كفريق ضيف 5% من ساعة الملع لكن الليحة منظمة للسوبر الإفريقي بعادة حضور جماهيري أنا سألت المسؤولين وصناع القرار في الاتحاد الإفريقي قالوا ما فيش الكلام ده وما فيش لايحة بكده ويبقى فيه توزيع متساوية وبنسب محددة في المباراة اللي هتتلعب في الرياض إن شاء الله يوم 27-9 طيب الحاجة التانية وطبعا بقى جايزة البطولة فاكرين آخر جايزة كانت 500 ألف دولار لما الأهل لعب اتحاد العاصمة في مدينة الطايف في السعودية والجايزة اللي كانت قبلها كانت 200 ألف دولار فهلي الجايزة ممكن تزيد ولا هتفضل 500 المعلومات اللي عندي إن فيه مفاجآت قوية جدا في موضوع مكافآت البطولة وحسب الكلام اللي وصل لي واسمعته انباراة والنهاردة في بعض الاتفاقات بتحصل كده إن ممكن الجايزة تتوصل لمليون دولار بطل كأس السوبر الإفريقي في الرياض يوم 27-9 اتجاه كبير جدا من الاتحاد إن ممكن يوصل الجايزة ويضعفها من 500 ألف إلى مليون دولار يعني باترس متسبي عايز يعمل قيمة تجارية وقيمة تسويقية كبيرة جدا للبطولات الإفريقية الفترة اللي جاية تخيل أنت لما بتلعب سوبر إفريقي مباراة واحدة ممكن مجموعة الجوائز توصل لمليون دولار رقم كبير جدا هل حد كان يتخيل إن المتين ألف تبقى 500 السنة اللي فاتت لا وأنا بقول لكم الـ 500 ممكن توصل مليون وده ممكن نسمعه الفترة اللي جاية فالمفاجآت كتيرة حفل تنظيم المباراة فيها تفاصيل كتيرة والحفل مش هيكون يوم المباراة بس ده هتبقى فيه فعاليات قبل وأثناء وبعد فبإذن الله إن شاء الله نشوف قرنفال كبير جدا وأنا واسق جدا إن الأشقاء في السعودية هتعمل مباراة لأعلى مستوى العالم العربي والقرى الإفريقية كلها هتستمتع بهذا اللقاء على المستوى الفني وعلى المستوى الجماهيري وعلى المستوى التنظيمي كل شيء من إيته زده هتبقى شايف حدث كبير جدا وبنسبة كبيرة ممكن يتم توجيه الدعوة كمان لرئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأسيوي لحضور هذا اللقاء اللي هيتلعب بإذن الله في الرياض يوم 27 تسعة